اي شركة كبيرة في مصر اكبر الشركات في مصر العمارات اللي بتعملها بتعمل نمازج بالزبط انت عامل زيها اللي هي بتبيع باسعار ما شاء الله ما ده كمان سعر كبير خليوا لكم مش رخيص يعني لا بس ايه على كم سنة ما هو دي مبادرة البنك المركزي الرئيس لما البنك المركزي كلف البنك المركزي والمحافظ طارق عامر انهم يطلقوا مبادرة مبادرة ضخمة جدا للناس تمويل عقار تمويل ده فحتى تاخد من البنك من البنك فلوس تمول وتدفع ومنك للبنك وتعمل اجراءات بتاعتك خمسة وعشرين سنة تلاتين سنة حسب هي لحد تلاتين سنة ليه ما حصلت فاينة تلاتة في المية مفيش كده فانت لما تجيز يحسب الموضوع اوله ايه بدأت النهاردة واخره ايه هتلاقي قدي ايه بس يخلي بالك يخلي بالك شايف اللي قدامك انا بوريك بس واحنا هناك النهاردة وعملت بص ونمشي ونشوف الحاجات لا بسم الله ما شاء الله دي البلد دي البلد بتعمل لأهلها مش هعمل لأهلي زمان اتعامل حاجة يعني مش عارف اقولها ولا لأ يعني لكن لازم اقولها حاجة اسمها هرم سيتي فاكرين فاكرين بتعمل حاجة زي البلوكات كده وقال لك يا السلام عملنا حاجة مع صليتش شوفوا بعد كم سنة انا شخصيا الناس كان تيجي تشتكيلي شخصيا لا كذا ولا كذا والوضع ايه والسكن ايه والحاجة ايه والمشاكل كانت ضخمة جدا طب هو ده تقولي هرم سيتي ولا هرم خوفه قدامك انا بوريك عشان بس حضرتك تبص البلد لو البلد دي مش شايفة الناس وتعملهم المتميز مش اقدر اعمل ده ولا كنت اقدر اقرب اعمل اسكان بهذه الطريقة للمواطنين للمحتاج شقة لابنه وبنته في هذا المكان وفي مكان اخر سكن مصر اقل شوية واسعاره ارخص شوية ولكن كمان حاجة كويسة تاني بقول ما هو هنا اه هنا اللي معاه يقدر يشتري هنا واللي اقل شوية يقدر يشتري هناك وفي الاخر بقولك تمويل البنوق يعني البنك هو هيدخل معاك هو البنك هيبقى معاك تاخد فلوس من البنك تاخد قرض من البنك يعمل التمويل هنا شايفين حضراتكو الاسكان لو حضرتك عايز فارش زي ده وعايز تسلم شقة مفروشة كده هيدهها لك ممكن يدهها لك لو قلت له ما انا عايز شقة مفروشة في بعض المناطق بالمناسبة اللي بيعمل تعملها وزارة الاسكان في المشروعات الكبيرة على مين وغيرها ممكن يفرش لك او العاصمة ممكن يفرش لك او ان شاء الله ميعملوا اه رأس الحكمة ممكن نفس الحكاية ما انت كل حاجة لها تكاليف وهو كمان مش هديك حاجة وهو خسران مش هيبقى خسران طبعا فيش خساير والرئيس ما بيقبلش بالموضوع ده نهائي هعمل حاجة اه ولكن على القال ما تبقاش ما تبقاش غالية او على الناس يعني مش هنخسر ولكن مش هنبقى كسبانين اوي يعني ايه تقدر بتعمل توازن ما بين اللي انت بتعمله وخاصة ان هو كمان يعني اه بيشيل حاجات كتيرة من سعر الارض ومش عارف ايه والمرأة يعني كتير يعني